فهذا النموسي أو يعني المتخصص بالشريعة جاء وقال ليسوع المسيح ماذا أعمل لأرث الحيام الأبدية وهذا سؤال أحبائي سؤال الأجيال معلم الشريعة يسأل ماذا أعمل وعادة هذا المعلم يقول ماذا أعلم مش ماذا أعمل وطبعا الكل يبحث عن نصيب الحياة أو مراث الحياة الأبدية وطبعا بالنسبة للمتصوف دائما يسأل أين الطريق كيف أعرف الطريق والرومان يسأل ما هو الحق لأن الرومان متخصصون بالشرائع والقوانين حتى بلاته سأل يسوع ما هو الحق وهنا هذا الشاب مثل الشاب الغني أو هذا النموسي سأل نفس السؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فالمسيح يجيب على هؤلاء التساؤلات اللي بيسألوها عبر كل التاريخ يعني سواء يعني اللي بيسأل عن الحال أبدية أدرك أنه كثرة الدبائح لا تستطيع أن تكفر عن الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق المطلق أو الطريق إلى هذه الحياة فيجيب يسوع المسيح قائلا أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وعلى فكرة أنا بشجعك أنك تشوف الحلقة اللي مضت ماذا أعمل أو كيف أحصل على الحياة الأبدية راجع هذه الحلقة لأنه مهمي ومفيد جدا لحياتك الأبدية ولمصيرك الأبد أيضا فهو سأل يسوع المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فالمسيح طبعا هو بارع في التواصل فسأله سؤال ما هو مكتوب في النموس؟ كيف تقرأ؟ يعني المسيح وجه له السؤال بسؤال على أساس طالما أنت المتخصص بالشريعة واللي أنت بتشرح الشريعة وأنت الشخص النموسي اللي بتفحص الشريعة وكل القوانين شو رايك في هذا الموضوع؟ وكان جوابه جواب في غاية الأهمية قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك أو من كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك يعني هون أحبائي كل يهودي يمكن بتشوفوه بحط العصائب على إيده طبعا هاي مأخوذة من سفر التثنية إصحاح ستة لأنه نفس الآيات وجهوها للرب يسوع والرب يسوع أجاب بنفس الجواب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك كما قرأنا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك فإذن المسيح بيتكلم عن هذه المحبة أو هذه الآيات التي تكتب في المزوزة على كل باب وعلى العصائب وأن اليهودي برددها يوميا شمع يسرائيل أدوناي إلهنو أدوناي إخاد فبردد هذه الكلمات فكان جواب النموثي النموثي جواب صحيح فقال له يسوع افعل هذا فتحيا لأنه النموثي بيعرف أنه ملعون كل من لا يعمل بأعمال النموث فالنموث هو اللي بيحكم علينا النموث هو اللي بيظهر الخطيئة والنموث لا يخلص ولكن بيوريك الخطيئة لما بيقول لا تشتهي لا تزني لا تصرق لا تقتل فأنا عرفت الخطيئة لأنه النموث نهى عن هذا المضوع ولكن النموث بيوجهني للمؤدب إلى يسوع المسيح الوحيد اللي استطاع أن يتمم النموث بأكمله لأنه الرسول يعقوب قال من حافظ النموث كله وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل والكتاب حكم على الإنسان ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فالنموث يحكم علينا ولكن النموث يوجهنا إلى يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر